للأسف في حالات كثيرة جدا لمواطنين مصريين في المملكة العربية السعودية بيتم احتجازهم بل والحكم عليهم أيضا من أبرز القضايا هي قضية النوبة وشباب النوبة اللي تم القاء القبض عليهم وحكموا بأحكام قاسية لكن كمان في حالة لطبيب طبيب بشريت أبض عليه في المملكة العربية السعودية وتحكم عليه بعشر سنوات الدكتور صبري شلبي منظمة العفو الدولية بتنشر تقرير مهم للضغط على الحكومة السعودية بالإفراج عن المواطن المصري الطبيب الدكتور صبري شلبي تقرير تاريخه مبارح 21 يوليو 2023 موقع ضرب نشر ترجمة لبيان العفو الدولية تعالوا نعرف مع بعض كده بيان العفو الدولية بيقول إيه وإيه حكاية الدكتور صبري من هذا التقرير بيقول إنه الدكتور صبري شلبي حكم عليه بعشر سنين بدعوة اتهامه بالإرهاب المنظمة العفو الدولية قالت إنه يوم 23 مايو المحكمة العليا في العاصمة السعودية الرياض أيدت الحكم عشر سنين على المواطن المصري والطبيب الدكتور صبري شلبي حيث حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن عشر سنوات بتهم ملفقة هكذا تصفها منظمة العفو الدولية تتعلق بالإرهاب بعد محاكمة بالغة الجور طيب بيقول كمان أو بتقول كمان المنظمة إنه الدكتور صبري شلبي حتجز في حبز انفرادي عشر شهور ودعت السلطات السعودية لإطلاق صراحه ومنحه حق الوصول الفوري لرعاية الطبية المناسبة رئيثما يتم الإفراج عنه المفوضية المصرية للحقوق والحريات اتكلمت عن دكتور صبري بالتفصيل وقالت إنه الرجل طبيب بشري مصري اشتغل في وزارة الصحة السعودية من سنة 2006 لحد 2019 واكتشف بعد مرور عشر سنوات على عمله إنه مسجل على النظام الوزارة بمسمى وظيفي أقل من المتعقد عليه فقام رفع دعوة أمام دولة القانون رفع دعوة أمام المحكمة في 2017 اشتغل في الدعوة القضائية دي سنتين في النهاية تم الحكم الصالحه في 2019 طيب جميل جدا صدر الحكم بتسوية رده بأثر رجع منذ التقاعد بتقول المفوضية إنه عقب ذلك استأنفت الوزارة لحكم الصادر وبالتوازي أنهت عقده بشكل تعسفي لا مش اللو أنت مثلا ما لكش حاجة عندنا لا إحنا نفصلك أساسا وطلعت له تأشيرة خروج نهائي كمان طيب على إثر ذلك قام الدكتور شلبي بحجز تذكر العودة لمصر بعد تاريخ الاستئناف بيقولك إن قبل معاد الجلسة بأسبوعين يوم 28 يناير 2020 حصلت حاجة غريبة جدا الحقيقة إيه اللي حصل؟ مجموعة عرفت نفسها على أنها جهة أمنية تابعة للمدرية العامة لمباحث مدينة تابوك سألت زوجته المقيمة معه عن السبب قالولها ده إحنا بس هناخده عشان شوية أسئلة أولئلة كده وهيرجع معنا مباشرة تم سحب جواز صفارها ولم يتم إرجعه لها إلا بعد أسبوع تقريبا تم اعتقال الدكتور صبري شلبي ثم الحكم عليه بالسجن عشر سنوات إيه تهمته يا جماعة؟ معلش يا جماعة إيه تهمته؟ طلعونا صورته على الشاشة عشان الناس تعرف صورته تعرف شكله الراجل الطيب ده عمل إيه؟ إيه التهمة الكبيرة؟ إنه دافع أنه طالب بحقه؟ إنه اشتغل في نظام صخرة من 2006 إلى 2019 إلى 2017 اكتشف إنه هو مش بياخد حقه فطالب بياخد حقه؟ فين التهمة؟ إرهاب إيه في حاجة زي كده؟ الراجل رحل المحكمة واخد حكم وبدأ يطالب بحقوقه أي أنا مش فاهم ليه يتقبض عليه؟ ليه يتحبس؟ ليه يتحكم عليه عشر سنين؟ يعني المملكة العربية السعودية بأمرت إيه تعمل كده؟ الراجل بيدافع عن حقه يا أخواننا الراجل عنده فلوس يشتغل عمر ده عمر كبير حوالي 11 سنة في المملكة العربية السعودية فالحقيقة أنا مش أدري أفهم السلطات السعودية بتعمل إيه؟ دي نقطة النقطة التانية السلطات المصرية فين؟ يعني أنا هبدأ كده من فوق وانت نازل الخارجية المصرية فين؟ يا أخواننا هو مش ده مواطن مصري بيحمل البصبور المصري عنده جنسية مصرية هو مش المفترض اللي زي دول الدولة بتدفع عنهم مش المفترض أنه يتصل بالسفارة المصرية في الرياض فيجيله موظف من السفارة يقول للسعوديين يا جماعة لو سمحتوا ما يصحش الكلام ده لو مش متهم أو مدان في أي حاجة لو سمحتوا طلعوا عشان يرجع بلده أو يشوف البلد اللي هو رايح مش كده؟ الخارجية المصرية ما تدخلتش ليه؟ الخارجية المصرية ما تكلمتش ليه؟ على المستوى الرسمي فيه قصور جامد جدا تجاه مواطن مصري الحقيق طيب النقطة الأخيرة بقى على المستوى المهني هو الدكتور صبري شلبي ده بينتمي لإيه؟ عائلة إيه؟ مش عائلته اللي هي أسرته يعني لا العائلة المهنية اللي بينتمي لها هي نقابة الأطباء العامة في مصر إخوانا في نقابة الأطباء يعني مساء الخير معلش والله لو بس هزعقه شوية في موسم الانتخابات اللي انتوا داخلينه وفي الجماعة بتوع مستقبل وطن اللي هم يدخلوا ويعملوا في نقابة الأطباء زي المهنسين معلش والله أنا رزل شوية في الحاجات دي يعني فجاية دايقكم يعني جاية بعض عليكم لمؤاخذة العرس الانتخابي بتاع نقابة الأطباء فيه دكتور مصري المفروض أنه عضو نقابة الأطباء المصرية محكوم عليه بالسجن في السعودية عشر سنين فمعلش لو ما فيهاش إزعاج يعني لو فيهاش شوية رزالة مني بس في موضوع الانتخابات مش هقولك الضمير المهني وأخلاق المهنة ودفع عن زميلك لا يعني أنا عارف أنه النقابة بعافية شوي مش هضغط عليكم الحقيقة بس والنبي أنتوا داخلين الانتخابات يا جماعة بس بأعتبروا الرجل ده وراء انتخابية يعني ارفعوا صورة صبر شلبي في جوالاتكم الانتخابية وطالبوا بحقه وبالإفراج عنه لربما كسبتم بعض الأصوات الانتخابية للناس اللي لسه عندها ضمير في النقابة الأطباء فعني الموضوع الحقيقة موضوع مؤسف ومخزي ومزعق جدا أتمنى أن السلطات السعودية تعيد النظر في هذا الأمر أتمنى أن الدولة المصرية تتدخل ويتم الإفراج قريبا عن الطبيب المصري والمواطن الدكتور صبري شلبي